يدر استحاد الكرة برئاسة أنور صالح توقيع عقوبة بالجملة عقوبات بالجملة على نادي المصر المرسعيدي بعد المذبح الذي قام بها الجمهور الفريقي عقب نهاية مباراة الأهلي في دور الممتاز ورحد عاية أكثر من 70 مشجع من جمهير الأهلي أكد مصدر مسؤول في تحاد الكرة في تصريح لوكات الأنباء الألمانية أنه سيتم احتماد نتيجة المباراة لصالح الأهلي بأدفين نظيفين وفقا لللايحة المعمول بها بلجنة المسابقات حيث أنه كان المطلوب من النادي المصر تأمين اللاعبين والحكام والجمهير على اعتبار أن المباراة كانت مقامة على أرض ووسط جمهيره علما أن المباراة كانت قد انتهت بفوز المصر ثلاثة واحد وهذا ما يتفق مع لاحة الفيفا المادة رقم 18 وأضاف أن هناك عقوبة أقربة ما زالت محل الدراسة من قبل مسؤولين الاتحاد المصري لللعبة وهي هبوط النادي المصر الدرجة الأولى بسبب وجود قد قتلى في الملعب التي استضاف اللقاء أوضح المصر الاتحاد الكورة ينتظر التقرير النهاي بشكل التحقيقات التي تجري حاليا على يتم الإعلان على العقوبات فورا أنا برضو شايف أن هذا التصريح كمان غير صحيح لأن الحقيقة الاتحاد الكورة أصدر بيان وكان بيان صحيح أن العقوبات هتصدر بعد انتهاء التحقيقات تحقيقات النيابة فإن الكلام ده يتقال دلوقتي أعتقد أنه كلام غير صحيح وإلا كان الاتحاد الكورة أخذت قرارات من زمان نحن دينا فطرة طويلة كابتنطاري كابتنطاري كابتنعلاق وانا شايف أنه كانت الأنباء الألمانية أن التصريح ده وفضل عدم ذكر اسمه وكانت أنباء ألمانية كان نقول اسمه لو هو وصل من هذا التصريح كان نقول اسمه لك أنا شايف طلب عدم ذكر اسمه هو أنا شايف أنه لو في عقوبات كابتنطاري كابتنعلاق أنه تكون في أسرع وقت لأنه كل ما بنتأخر أعتقد الأمور بتزداد صعوب أكيد ما فيش هناك شجاعة حتى في أنه ما فيش اتحاد راجل محترم راجل مؤذب جدا هو اللي يلبس القضية يعني هو انتحاد الكرة مشي وبعدين ما فيش في اللوايح عندنا في حالة القتل في الملاعب على ما عرفت يعني أن فيه لايحة لايحة أخاب يعني يمكن السيز كابتن عامر حسين سمعت الخبر اللي جريت أخريت أنه هيدرس أخبات حسب الليحة الفريق المستضيف أو المضيف الفريق المضيف يتحمل مسؤولية حماية الملعب والفريق الضيف والحكام طب الفريق الضيف ممكن لك الأمن هو اللي يحمل مسؤولية الملعب لا حال فيه فرقم 18 المادة رقم 18 تقول هذا بعدين دخل فيها عقوبات حسب الجرم اللي حدث يعني في هذا الحدث عموما فاصل ثم نواصل ابقوا معنا